هاخد ايضا كلمة اخرى من دكتور فرج عبدالله قبل ما يعني الفقرة تخلص مننا عند الجملة بتاعت اجي اجيب زي ما كان بيقول دكتور وليد اجيب استثمار من برا لا اجيب استثمار محالي يقولي وانا فين وانا زعالتك انتو جايبين الاجانب ليه الدولة تستثمر ماتسبوني استثمار انت عايز مني ايه اي والله انا في تأديري اكثر يمكن اكثر تفاؤل هو بيدفع هنا بمزيد من الحوافز ولكن خلانا نقول ان العدوى في الوقت الراهن هي عدوى ايجابية جدا حلو وبناء عليه لو جينا راجعنا ملف الاستثمار او تأريد الاستثمار بتعلق انه بتاعت اكتوبر 23 هنلاقي انه في انماط جديدة من الاستثمار حول العالم تقدر اكتر من 200 مليار جايين من جنوب شرق اسيا في مناطق مختلفة بيعيدوا ترتيب اولويات الصناعة مرة تانية وللحظ الجيد والامور اللي داعي للتفاؤل جدا انه كان من مؤخرا خلال اسبوع اللي فات كان فيه اكتر من 15 شركة صينية جايين هنا وجايين معهم كمان القانونيين بتوقع على اساس يوقع ويبدأوا اجراءات نقل بعض المصانع اللي عايز اقوله ايه او الشاهد انه هناك توجه اجباري من الاستثمار حول العالم لتنويع مناطق الانتاج مرة تانية عشان ما يوععش في مغبة امرين الامر الاولاني انه يكون فيه ارجاء بسبب تغيرات جيو سياسية صح والعالم كله بيشهادها الان الامر التاني انه من المتوقع انه خلال كل 40 سنة او 20 سنة يحصل جائح فتتعطل وتتأثر بعض الشركات المالتناشنال بيشتغل في العالم كله اذا احنا امام اقتصاد بشكل قاطع مدفوع للتحول للصناعة والصناعة هنا مش بس معتمدة عن انا صنع اكس او واي او زيد لا ده حلقة كبيرة جدا او سلسلة كبيرة من المكونات مش بس اعتمد من اول مصمار وصمار وصمار ووردة ان شاء الله يا رب لحد امر صناعي لحد امر صناعي مثلا كل المكونات دي كلها ويمكن اعتقد الحكومة خلال الفترة اللي فاتت حذرت تصدير بعض المكونات من الرمال السوداء الى اخره وكل ده لانه هناك تواجه قاطع بانه هناك بالفعل الحكومة او وزارة التجارة والصناعة اعلنت عن 154 سلة على ما اتذكر وبدأت بالفعل بتحفيز القطاع الخاص بشكل كبير الى انه هو يدخل في شركات مع القطاع الخاص الاجنبي ويبدأ في بناء قاعدة صناعية قوية الامر طبعا مش هيجي من يوم وليلة ولكن احنا املنا الكبير انه يكون فيه مزيد من المسندة من القاعدة السياسية لهذه المشروعات للدفع بانه هي تساهم بشكل كبير لو احنا عندنا 13% مكون صناعي او قل لا احنا بنستهدف يكون عندنا 26 30 40 وكمان مش بس كده انه يدخل فيه التصدير يبقى عندي نسبة كبيرة من التصدير الصادرات بتاعت بيكون جزء منها مكون صناعي على الارض المصرية طبعا ومكونات صناعية طبعا